بدأت الحكومة الأمريكية بمنح تطعيم لقاحة فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد لكنها تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تأخير وفوضى في توزيع اللقاحات هذا وشككت عمدة شيكاغولوري لايتفوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن عدد اللقاحات التي تلقتها لا يمكنها تلبية طلب التطعيم وقالت إنه تم توزيع وتطعيم 95% من اللقاحات التي حصلت عليها ووفقا للسرعة الحالية في توزيع اللقاحات التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية سيستغرق تطعيم جميع السكان في شيكاغو 71 أسبوعا أي ما يقرب من عام ونصف وتحتاج إلى المزيد من اللقاحات في الوقت الحالي